جرت بمنفذ شحن بمحافظة المهرة عملية إطلاف كميات من الأدوية والمكملات الغذائية والمواد المخبرية المتنوعة غير المطابقة للمواصفات بعد أن تم مصادرتها لدخولها البلاد بطرق غير مشروعة ومخالفة لقوانين الاستراد الدوائي وتمت عملية الإطلاف وفقا للإقراءات القانونية وبحضور عدد من الجهات ذات الاختصاص في الجمارك والجهات الأمنية ومندوب الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية